اشتركوا في القناة 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 اكو اختلافات فردية من شخص الاشخاص تعرفون الوجما لنا مرات يكون واحد سمين مرات ضعيف مرات طفل مرات كبير حتى التشكيلة الخلوقية ايضا للانسان راح تختلفها بس الستاندر هو هاي البرانجات كلها هاي ست برانجات كلتنا عندنا هاي البرانجات مال الفيشنير وكل تم اعيده وكرره it is the motor for the face هاي الفيشنير نجيه على السنسيري سيبلاي ايضا هذا نحفظ السنسيري سيبلاي انرفيشن to the face is provided by the branch of the trigeminal nerve العصب يسموه للثلاثي trigeminal nerve هذا التراجمinal nerve انتبع علي ايش عمل انقسم الى ثثق سام وراح اخذه بتفاصيل وخاص احنا عندنا محاضرة كام ليسموه تراجم من النير ليش؟ لانا انا كطبيب اسنان بالمناسبة يعني خلي نكون واقعيين احنا كل الالام مال اسنان تجيني عن طريق تراجم من النير البرانجات مالتو ثلاثة اوفثالميك اللي هو تابع للعين لاحظ والاخر مجزلة اللي تابع للاسنان الفوق ومن ديبولار تابع للفق خلاص اذا الالام اللي يجيني بالاسنان العليا كله عن طريق المكزيلر برانج بيتو مكزيلر ديفيجن بينما الالام اللي يكون من يم ديهة الفق السفلي والاسنان السفلة عن طريق المان ديبولار ديفيجن هذا فاذا هذه هي الاقسام الرئيسية قبل ما اجي انا كل واحد اشي انقسم الى اشي انطيني برانجات انا اركز اول مرة على الرئيسية الان انا راح اعمل هالشي هذا انتبع علي البرانج الاول هذا اوبثالميك ديفيجن هذا ايهون هذا اوبثالميك ديفيجن ايهون اهل بهاي الابثالميك ديفيجن راح ينطيني سوبراؤوربيتال سوبراثروكيليار وراح تنطيني فالبرانج لللاكري من يرف سموه لاكري من يرف او بالبرانج لاكري من يرف هذا اللي اكو اكو غده ايهون مسؤولة عن الدمع سموه لاكري من يرفيجن يجي جاهزه هذا الابثالميك الان وكذلك الانفراتروكيليار يعني معناها بالمناسبة تروكيليا اشنو اكو تروكيليا كلمة تروكيليا يعني بكرة اكو عضلة يسموها سوبر اوبليك حوالين الاي تيجي اكو بيها بكرة هي اللي يتحرك الاي يعني صراحة باتجاه باتجاهات يعني اوبليكلي فنشوف بانه هاي البكرة موجودة بالميديا سايد بالاي فوقات سوبراتروكيليار جوات انفراتروكيليار هذا يسموها الشكل فالابثالميك ديفجين اذا مثل ما قلنا بسوبروربيتال سوبراتروكيليار لاكري منيير انفراتروكيليار وكذلك ينطيني للاكستيرن نيزل هذا الاكستيرن نيزل اذا هذه البرانجات كله تمال اللي منتابع للأوبثالميك اللي هو بالاساس اشنو؟ بالاساس هو تريجة من النير الأوبثالميك يعبر من خلال سوبراتروكيليار اللي عايز بها المكان الان نيجي على النيرت الثاني اللي هو انا لأوبثالم كيمكن ما انطخ كتير بيه انا بحياتي العملية ما اتلامس معه بس اللي اتلامس معه هو مكزيلر ديفجين اللي هو بمنطقة المكزيل هتشوفوه هذا هذا كله مكزيلر نير واعيده وكرره راح اعيد اخذ محاضرة كاملة كله تعال تريجا من النير فاذا مكزيلر ديفجين اش ينطيني ينطيني برانج تحت تلتروكليال اه عفوا انفراوربيتال برانج تحت العين هذا وزايго متوكفيشيل وزايقوماتيكوه يعني اشنو ازاو المنطقة المنطقة الزايقوماتيكوه الأمانديبلر راح ينطيني هذا ينطيني ايضا اضلله هس اللي اللي上 داخل راسكم البرانجات بعدين راح ناخده بشكل 하ي عندك مين تاليبران جنطيني بهالمكان بوكاليبران جنطيني بهالمكان وأوريكولو التمبرال اللي هو رح يكون أمام اسمه أوريكولو تمبرال فإذن يم بين التمبرال ريجيني جهز وكذلك الأوريكول يطلع إلى فوق مع السفرفيش التمبرال أرتري إذن أنا اللي مهمني في هذه المرحلة الحالية لانقسام مال أولا أنه الفيش النيرد هو الموتور سبلاي للفيس هو تريجي من النيرف لتريجي من الكلمة تري يعني ثلاثي فبيه ثفاقسام يصعد العين والنوز ومكزلة دي بمنطقة المكزلة وينطيل الأسنان العليا بعدين يجعل برانجاته ما لنا شغلة سعبية بعدين نفضهم بعدين عندي من دولر ديفيجن هو للفك السفلي الإحساسات كلته والأسنان السفلة الآن شوفوا لأن قسمت لكم وهون شوفوا التقسيم سينسري باي براينس أوف تريجي من النيرف إكسابت ما عدا منطقة واحدة السكين كوفرين دا أنجل أوف تريجي من النيرف سبلاي باي غريتر أوريكولر نيرف هذا أكوفاد نيرف يغييني ميسر بايكال بلاكسس ويجي جاهز إذن الويتش كلتو كلتو الإحساسات ما لجيجي بطريقة التريجي من النيرف ما عدا منطقة صغيرة تيجي على بزاوية المانديبل مالتنا بزاوية المانديبل اللي سكين بهالمكان هذا رحيل وحيد اللي يجي له عصب ببحده يسموه غريتر أوريكولر نيرف غريت يعني غريت كبير أوريكولر نسبة للأذن هذا مثل ما كنا ينقسم إلى أبثالميك مكزيلري ومانديبلر وشفنا هاي الأقسام بينما الموتور لو تجونوا الحقيقة باي فيش النيرف which supplies all the muscles of the face except عضلة وحدة دائما نهتم بال except ليفيتر بالبيبري سوبريوريس باي الأوكولوموتر اللي هو العصب الثالث وهاي ليفيتر بالبيبري سوبريوريس ليفيتر رافعة بالبيبري جثن سوبريوريس أو سوبرير أعلى فهذه هي مرات إذا نشلت راح بصير عند المريض ابتوسيس أشنبتوسيس يعني الجفن يهدل الجفن يهدل العلوي هذا منه مسؤول عنه ما مسؤول عنه الفيشن نيرف مسؤول عنه الإكسيفشن الوحيد اللي هي هاي العضلة اللي فيتر بالبيبري سوبريوريس باي أو ما يسمى العصب الثالف القحفي أو أكلموتر نيرف فإذا كل الموتور مالفيس مجهزة بالفيشن نيرف ما عدا هذه العضلة اللي تجهز بيتر بالبيبري سوبريوريس باي أكلموتر نيرف العصب الثالف السنسري نفس الشي بيها إكسيفشن أنه فقط الريمس ما الانجل ما المانديبل راح أو زاوية المانديبل عدنا سوبري الاسكن اللي فوقاته سوبري باي كريتر أوريكولر نيرف والباقي كله بواسطة اللي تراجم من النيرف الآن نيجي على أرترية سوبري إحنا حكينا عن نيرف سوبري ما الفيس الآن نيجي على أرترية سوبري أش اسم المنطقة فاس ما تمام فإذن منه تتخير راح يجيها البلد سفلاي ما لاته أش اسمه فايش الأرطري طبعا فايش الأرطري فإذا هناك فايش الأرطري تعرفون common carotid artery ينقسم إلى قسمين قسم يروح للدماغ يسميه internal carotid artery وقسم يروح للفيس يسمي external carotid artery الآن هذا external carotid artery راح ينطيني two prines يجهز الفيس واحد ينسميه facial artery هذا هو facial artery يكون تورشو وصفي هذا والآخر يصعد لفوق يسموه superficial temporal artery ليش يسموه superficial سطحي وممكن حتى نشوفه عند الأضعاف أنه شوية يكون هاكد متل ما يقولون أشيون يعني tortuous زين يعني متعرج خاصا عند مضغط ويمشي معافة نيرف نيرف سمينا أو روكو temporal نيرف أمام الأذن بالضبط هذا هو superficial وسمي temporal ليش لانطالع temporal region وسمي superficial لأنه سطحي هو فهنية فإذن اللي جوني من external carotid artery هم facial artery and superficial temporal artery اهتموا لم هذه البرانجات اللي تجيين من internal carotid artery حقيقة internal carotid artery بالفيس ما ينطي بس من يصعد إلى فوق ويصير ophthalmic artery ومثل ما يقولون الآن رح يجينا ويجينا ويجهز هذه المنطقة بالضبط فيسموها branch from the internal carotid artery they are main branch of the internal carotid that supplies the medial upper face and the scalp is the ophthalmic artery هذه يهون بها المنطقة يسمى ophthalmic artery ينطين برانجين مثل near bad supra orbital supra trochlear بالضبط به المكان هذا إذن المين artery of the face منو شوفوا لاحظ لاحظ هذا هذا هو common carotid قسم إلى internal carotid وexternal carotid هذا هو عطاني ال face artery وجاء عطاني super facial artery لفوق الآن المين الانوان اللي جاهز الفيس هو facial artery it is a tortious artery مثل ما قلتوا لكم متعرج لاحظوا شو متعرج اش تنين البرانجات مالتو it gives the following branch in the face لاحظ لاحظ اش راح الصادف بطريقه الشفة السفلة والشفة العليا والأنف ماكو غير فاش عطى للشفة السفلة infir labial نسبة labial supiler labial 2 والاخر طالع استمر كنوز نيزل خلص هذه البرانجات مال facial artery هذه البرانجات مال facial artery اذا اللي يعتبر مين بلاس supply الى الفيس الان اخذنا الارترين لازم ناخذ الفين drainage of the scalp and face حقيقة انه يجون يجتمعون السوبر tru سوبر orbital مع بعض يكونون anterior facial vein يتحد مع اكون عندي maxillary vein superior temporal vein يجون انطون retromandular هذا انقسم الى anterior posterior division posterior division اعطى posterior auricular بعدين ej v يعني external vein وراح الى الصب cleave vein بينما الجهة الثانية هذه الى سوبر tru and supra orbital اتحد انتير facial vein اتحد مع anterior division of the retromandular vein راح ال common facial vein راح الى IGV internal jugular vein فاذن اذا احد ثانية ما هو المين venous drainage of the scalp and face اشن كله internal jugular vein و external jugular vein internal داخلي external خارج اذا jugular vein هما اللي ينسحب كل ما عدنا بالنسبة الى ال venous دين شوفوا بالصورة ايضا شوفوا عيني فنشوف بانه هذا ايه راح يكون عندي الك external jugular vein وهذا هو الانترنت jugular vein اللي يمشي مع common current artery راح يجمع كل ال vein ال vein ما كثير مهمة ما مثل ال artery ليش لانه ال vein ممكن يلحم بينما ال artery عيني اذا يصبح عندي نسيف صعب ايقافه ولهذا ال artery بلص line نحتم بأكثر من ال بنص بلص هذه خلصة المحاضرة الى هذا اليوم اي سؤال اذا عدكم عيني اي سؤال قلت ال ijv وال ejv هي ال vein الرئيسية بال face دكتور اين زين ال اشترك اشترك